بالنسبة للسياحة فيه السياحة اللي كانت قبل الكورونا وفيه السياحة اللي بنعندها بعد الكورونا والحمد لله عم نحكي على اليوم اللي انت جاي عندي واللي هو تقريبا 90% من الوجهات مفتوحة يعني انا اليوم عم تحكي معاي وعندي حوالي 100 شخص في البوزنة عم تحكي معاي وعندي 300 شخص في اسطنبول عم تحكي معاي والتسجيل لبحر الميت على العيد من 18 ل23 ل24 حتة ينقل ليلتين أي ليلتين بالدنيا موجود ممكن يكون حفلات اذا سمحت لنا الكورونا بس لنا نعمل حفلات عساس هيك اليوم الوضع الحمد لله عم بنقول انه عم بتحسن وان شاء الله هيك يستمر وتكون الموسم منيح وما تطور ما يكون فيه تطورات سلبية عنا رودوس عنا عدة وجهات تاني بالنسبة ليلت سألتني غالي اليوم انا عساس احصل على سعر منيح مجهور اخذ قتيل كبير من باب للباب عشان اقدر اجيب سعر منيح اما هون غرفة وهون غرفتين وهون ثلاثة ما بقدر اجيب اه سعر منيح والحمد لله هيك عملنا في البحر الميت اخدنا كل الفندق كلياته عشان هيك قدرنا نحصل على اسعار منيحة كتير قال بيجي بطلبول المالديف وسيشة لو تفاهمها هدول الشباب الجداد اللي هيك ايه اول والاخر وين يعني عم بصفو باسطنبول لانه جنة من غير ناس والله ما بتندس يعني بيجو بدو حد شجرة موز وسفينة يقعدوا مرته سبعة ايام والله غير يعملوا عشرين طوشيب هال سبعة ايام عساسيك راحين يصفوا باسطنبول من هون سوق من هون سهرة من هون من هون من هون اشياء عساسيك بقولك تربية سياحية مهمة لنا اكتر اشيه البوسنة والهرسك اكتر اشيه والناس عم تكون مبسوط لانه البوسنة رخيصة عم تحكي عالخروف حق 100 دولار يعني 350 شكل 330 شكل ايشي فضيه عم تحكي عفنجان القهوب بشكل في البوسنة والهرسك ايشي فضيه وكمان غير البوسنة عم بختار الناس البحرميه بقولك المشوار القريب بتعبش بريع ايش الناس دورت في الحالتها كل الوجبات ولا طلبك اخطور مثلا والباقي في الخارج اليوم حتى الناس صارت تستغني عن موضوع كل الوجبات لانه ثقافة الاكل يمكن عم تطلع شوي شوي من ثقافتنا قليل اللي بعد عم بدوروها كل كلولو واشياء من الشكل عم بدورو على اشي الي يكون مميز الهن لاولادن يعني فطوره عشا بكفي تعال مثلا البحر الميت تاريخ البحر الميت اه جغرافية البحر الميت كيميائيه البحر الميت اه التركيبات المركبة من البحر الميت حين اولادنا كل مرة لو انه مرة بالعمر يزوروا البحر الميت. فيه شباب عمروا سبعين سنة بعدهم يزيرين البحر الميت تقريبها تلاتشين. فرصة حلوة نعرف البلادنا شو البحر الميت. بشكل بشكل كبير. فيه اقبال كثير يعني على اسطنبول على انطاليا. في عندنا في البلاد كمان على البحر الميت. في اقبال بعد الكورونا يعني. الحيطة تعود وخسرات الكورونا ولا بعدكم. لا بعدنا. بعد بعد. بعد وقت كثير اه. السؤال وين الوجهات الا المحتفل بعيد الاطحة عم بيختارها اكتر. قلت له انطاليا اسطنبول مع هايه الوجهات في اخرى وجهات عم بيختارها في عندنا لا انطاليا لا اسطنبول في وجهات عندنا البوسنة بوسنة والهرسك. يعني جن تلا على الارض بوسنة والهرسك جدا 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 جميلة واسعارها رخيصة. هذا بشكل عام. هذا الثلاثة عادية من الاكثر ايش الناس جاء تطلبها. احنا العرب بشكل عام يعني. في حجزات كانت لعائلات مثلا على مناطق معينة. العائلة فيها اقصال مثلا وين حبوا يسافروا. اغرب لعائلات كل شغلنا نجا نكون على البوسنة اسطنبول البحر الميت كمان عندنا في البلاد. عانطاليا اغلب. كان في حجزات الاستفسارات الكثيرة من قبل الجمهور العربية تجاه بسبب انه فيه اجراءات جديدة تلعط للكورونا عم بيستفسروا اكتر؟ اه اكيد اكيد. استفسروا على فحوصات قبل وبعد الرجعة. الاجراءات الاخيرة هي من حجر صحة. لا حد معين على ما يبدو اللي بيعملوا فحوصات كل هذه الامور بيطلعوا من الحجر. السؤال اللي يطرح اخ محمود للناس ترددت لما عنها بسبب هذه الاجراءات ولا ظلت حاجزة؟ لا الاغلب ظل حاجز. يعني نسبة ضائرة جدا اللي تراجعوا بسبب الاجراءات. ايش اكثر العائلات بتحب الساب مسافري من الرحلات منظمة ولا منظمة يعني ترتبوا انتو للرحلة. انا فهم عليك. لا فيه كذا فيه فئة من المجتمع اللي هم يحبون المنظم وفيه انا الناس اللي يحبوا بس ياخدوا رحلة لحالة هن هن الحالة ميكون مربوطة يعني مجموعة او مجروب معينة. الشباب ونخترت اكتر ايش بلاي. فيه شباب فيه شباب اختاروا لليونان لارودوس لفارنا فيه كمان اكتر شباب للمكن هاي وكمان لانطاليا. انطاليا هو يعد اكتر موقاش وعندك كمان بوسنا.